اشتركوا في القناة مع حنين القحطاني منصقة المناسبات والحفلات أهلا وسهلا فيك يا حنين حالا وسهلا فيك حياك الله وسعدي بتوجدك سيدتي حالة فيك حنين هذا المجال مجال يلتزم أو يعني يتطلب الكثير من الإبداع فأنتي حكينا بداية كيف كانت بدايتك مع هذا المجال خصوصا أنه مجال شرس مليء بالمنافسة والله هي كانت البداية قبل تسع سنوات كهواية تسع سنوات كهواية في يوم زواجي سويت أنا نظمت بعض الأشياء سويت كروتي سويت لمساتي على القاعة وطبعا نالت عجابة كثير وبعد كده دخلت تنسيقات برضو لصحباتي الأهليتي وتقريبا قبل كم سنة دخلت في الغرفة التجارية وهو يبي دعمتني تسع سنين أنت بدأت بفرحك يعني أيوة أنت كانت تجربتك بفرحك الأولى وبعدين انتقلت إلى أفراح والمعارف والقرايب وإلى آخر طب لما بدأت الاحتراف رسميا مي وفر لك الدعم؟ والله وفرتني أول شيء الغرفة التجارية في أنها دخلتني معارض وبازارات وخلتني أنظم أو شاركت في التنظيم في معرض الهيلتون في رمضان كان بافتتاح خالد الفيصل سويت اللوبي كامل الواجهة وسويت بعد كده كمان اشتركت في سوق عكاظ في كوشة الغمرة بعدين دخلتني في معارض برضو والحمد لله بعد كده نظمت مناسبة لقدوم مولود أو سابع في معرض مركاز واخدت فيها الجائزة الأولى الحمد لله كأحسن تنظيم فيها فبعدها كمان خلوني أنظم في مدينة الملك عبدالله الكاوس ومن وقته من شي لشي من شي لشي بعد كده في نفس معرض مركاز كان فيها مشتركين معهد ريادة ريادة الأعمال اللي تمول تمام للمشاريع طيب أنت بتقولي أسامي كبيرة أنت قد نظمت احتفالات ومناسبات رسمية كبيرة ونسقتي وإلى آخر أيوة أنا شاركت فيها مو أنا اللي أخدتها كأول آه أنت شاركتي شاركت أيوة ومسكت في التنظيم أيوة أي نعم بس أني أنا ككل لا آها بس كان لديك جزء معين أنت بتنظمي أنا اختصاصي الحين أفراح ومناسبات كوش بس أوكي أنا ما يخالف يعني إذا أنا دخلت في تنظيم المعارض تمام طيب هذه أسامي كلها تحتاج إلى ثقة كبيرة عشان الناس تقدر حتى لو جزء بسيط إنها تسلمك هذا يعني أكيد فيه جزء مشاركة إحنا فهمين لكن فيه جزء أنت قمت بتنظيمه طيب إيش سويته عشان الناس تتق فيك خصوصا حرجع وعيد وقول في منافسة الله يا تكرا فيه هي الأرزق بيد الله إذا ما يقولون الله جميلة كلمتك هذه يا ريت كل الناس تعرفها يعني الأرزق هذي كان في مارض مركز توا طلعت الصورة تمام الأرزق بيد الله وما أحد يأخذ غير نصيبه يعني الناس بتشوف وبتطالع وما أقول لك أنا يتميّدهم شوين بس أنا بجي للزبونة إنتي إيش يرضيكي أول حاجة إنتي إيش يرضيكي يرضيكي سعر أقل يرضيكي جودة يرضيكي يعني مثلا تباهي هو سعر أقل يعني جودة أقل لا طبعا سعر أقل يعني أنا ببيّن لك أشياء أو أعطيكي يعني يعني مادة تبان بس بسعر أقل ليش تحولت إلى الأفراح يعني أكثر شيكا يعني لأنه هي اللي تختص شوي بالنساء يعني مجال النساء نعم أنت تختص في حتى للمرأة ترتاح معاك أكثر ومجال الفعاليات كنت ترى مرة كبيرة يعني في موضوع هذا أكيد أكيد ولازم يكون عندي خبرة ما أخفت شوي من المنافسة عشان كده حوالتي أفراح والله أنا ما لا هو أنا والشي كنت أفراح أصلا أنا ما أتكلم عن منافسة عادية أتكلم على حيتان ما شاء الله لا والله أنا يزيني لستها صغيرة في صريحة العربارة وأنا ما أقارن نفسي بأي أحد لا في منافسة وأنا ما أحب المنافسة إلا إذا أنا بستفيد من خبراتك جميل وإنت اللي تعطيني إياها أنا محا أجي أنافسك فيها أو شيء لا أنا صغيرة لسا بالنهاية ما في منافسة على الرزق بالنهاية الرزق بيد الله سبحانه وتعالى طيب أنت تكلمت على الأفراح وحسيت أنك أنت الآن ماسكة أكثر شيء أفراح حكيني عن تنظيم الأفراح والله تنظيم الأفراح كيف بيبدأ في صعوبات في يعني أكيد باختصار بس إنه يعني قليلي كيف كيف تنظيم وناس لأنه كثير ناس بتقول لك موضوع تنظيم الأفراح هذا فاشل لأنه الناس بتنظم بنفسها والعروسة هي اللي بتساول لا والله لا والله يعني هما في ناس كثير بيستهينوا بذلك الأمور بس لما أنت 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 شوفير قاعة لما تكون جاهزة ساعة ستة المغرب لازم تكون قاعتك جاهزة ستة المغرب بكل شيء بكل شيء بورد بعمال يخرجون بالطاولات بالأكل ترى هذا شيء صعب يعني وفي بعض القاعات سوى أصعب شيء أن القاعات ما تكون مرات متعاونة معاكي لها أوقات معينة أنك تدخلين في أحيانا بتكون الصعوبات من الناس نفسهم اللي بيشتغل في القاعات أيوة شوية بس بعد كده لا والله أنا بعطي للعروسة يعني لما تجين العروسة لازم أنا أخلي كمان العريس يكون معها العروسة بيقولوا لها دايما برايت زلة قد ما هي بتكون متوترة وعصبية وزعلانة فأنت كم بتتعاملي معها لأنه ما بيعجبها أي شيء بسهولها أهديها أول حاجة هرج معها عادي وضحك عادي بخليها إن شاء الله هذا كله بيتيسر معاكي يعني ما في شيء بيصير إلا ربنا هو اللي رأي بلك وهذا هو خيرة من ربنا إيش مكان يكون يعني كيف بسوي أول حاجة قلتك بأمسك العريس والعروسة لأنه في أشياء العروسة لها هي اللي تختصها ولا أرس نفس الشيء فعشان تكون فيه تنسيق متكامل لازم الاثنين يكونوا مع بعض أشوف هو إش اللي حابوا لأنه تعرف فيه رجال لهم نظرة يعني نظرة لمسة فنية ترى فيه رجال حلوة لمساتهم وفي نساء هنبصوا يوم الرجال وحيصيروا يحجزوا عندك وفيه بنات لا يكونوا هم متوترين وبشوف في بعض الرجال لا هو بيشيل الليلة كاملة بشوف هو اللي متحقل وين يعني قبل فترة واحدة طلقت بسبة كوشة يعني ما نبه هذا الشيء يصير يعني بس فبوصل لها اللين هي ايش التفاصيل بتدخلي فيها في الفرح ممكن قلنا الكوشة قلنا الورد قلنا كلام ده كله ممكن تدخلي كمان بجهازها بالضبط وبالغرفتها بالأشياء هذي شوفي أنا عندي بكيجات بيكون بكيجة أول شيء اللي هي الكوشة مع الممر مع طلة العروسة مع مدخل بسيط عند الباب هذه تسمى كوشة إضافات مثلا ستاير كامل القاعة الطاولات اللي فوق مثلا الحل اللي فوق الطاولات مدخل زيادة يعني مدخل استقبال إذا تبغي بعد كده يعني برضو تغليفة دباشة هذه كلها إضافات الإضافات هذه إذا انت حبتها بتكون على كل خمسة إضافات لها مبلغ ولها خصم يعني الناس بتقول إنه الويدنج بلانر أو منظم الأفراد الضحين طبعا إحنا لو عرفنا مين الويدنج بلانر في أوروبا أكتر شخص بيكسم بالحياة ما شاء الله تبارك الله فالويدنج بلانر بتدخل بأدقة تفاصيل حتى الله يكرمك حذاء ويكرم الجميع حذاء العروس بيتدخل فيه طبعا يعني ما ينفع حتى هي المسافة بينها هي والرجل إذا كان هو طويل أو قصير أو كيف تسريحتها بتكون أساسا إذا كانت هو مثلا قصير ما ينفع تسوي تسريحة طويلة ما تيجي يعني كده طيب كيف كيف الناس بتطلب منك أشياء غريبة يعني في طلبات إنه مثلا موضة كده معينة الناس ماشية فيها أكثر شيء الحين الدرجل ناعم عارفة الهادي يعني بسامل أيوة اللي ما فيه له التخابيص الكثير يعني زي ما يقولون وفي بعض الناس لا إذا ما شفت الترتر هذا اللي يملي العين ما ترتاح بصريحة جميل تشبيحك والله أوكي طب يعني فيه ناس بتطلب البسيط وفيه ناس بتطلب المبهرج أي عرفتي طيب ما في موضة درجل الآن إش شيء غريب كمان طلب منك وانتي استغربتي ما فيه شيء غريب اللي بينطلب أكثر حاجة ما فيه تقلعات أعراس كيف ما فيه تقلعات للأعراس كيف يعني تقلع يعني أشياء كده غريبة بيطلبوه عشان هم يتميزوا شوفي الأشياء الغريبة اللي هي تبت تتميز فيها الشيء على حسب قلتلك يعني في بعض الأشياء العرائس هي ما هي عارفة هي اش تبغى فإحنا بنوصل لها انتي اش تبغي وتكون نصب ما عندها يعني ما عندها غير على حاجة يعني متوفرة هذه الأشياء الغريبة والشيء في بعض المصاريف مصاريف طبعا إذا انت تبغي أي شيء يميزك فيه أنا ما حسويه عندي إلا أنه هذا مميز لكي يعني ما حيتسوى إلا لكي يعني حتا حيتسوى حيجي لكي وخلاص ما حت حيأخذه كيف يأخذ وقت عفوا تنظيم والله في العادة أقل شيء شهر بس إذا فيه تميز أو شيء كبير من الألف للياء طلبية أو زواج لازم أقل الشيء ثلاث شهور ثلاث شهور ثلاث شهور هذا إيش أين كان نوع الفرح أو الأفراح لا اللي هي من الألف للياء إذا أنا بتخص من الألف للياء لأنه يومها أنا ما حقدر أمسك أي مناسبة إلا لكي عارفة أن ثلاث شهور هذا ضمن الضاحل ولا بلاش دالا غير دالا طبعا هذا بنلاقي شيء كثير تمام بنلاقي ولا وأنا أكثر حاجة يعني يمكن مولا أقول لك اللي يميزني بشيء أنا بعطيك خيارات أعطيك كده 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 طيب لو أن تبي مثلا التوزيعات حقا الفرح اللي هي الهدايا إيش اللي أنت تبغي مثلا عطر عودة أي شيء فأعطيها خيارات عشان هي تقدر تختار لأنه قلت هيك في بعض العرائز هي تكون متلخبطة تمام تتسي توضحي لها الصورة بحيث أنها هي تبين إيش فكرها تمام تمام كثير ناس حبين يدخلوا هذا المجال حبين ينجحوا لهم حلم بداية الحلم أو إيش الحلم يبدأ بإيش عشان يصبح حقيقة خلان نكون ملهمين للشباب والفتيات اللي حبين يدخلوا هذا المجال لا تبخليها ليهم وغطيوا منصيحة والله هي أنت تتصور نفسك فائزة أو واصلة بحذ ذاته هذا نجاح إذا؟ إذا تتصورت نفسك كيف تتصور نفسك وانت فائزة أو ناجحة أو في مركز عالي هذا بحذ ذاته نجاح هو اللي حيوصلك هذا قانون جذب طيب؟ هذا هو النقطة اللي حتوصلك لطريق الهدف فإنت كيف تتصور نفسك حتوصلي في أي مجال كان سواء مناسبات أو أزياء أو إيش ما كان بس فمجال العراسة أو المناسبات ترى مجال صحي إنه صعب بس لما تجي تبدأيه حبة حبة وما تتصوري يعني ما تبغي ما يكون لك الهاجس المادي ترى بتوصلي لأنه كمان فيه معرض نظمته وكنت داعم فيه اللي هو المعرض التطوعي للمتقاعدين تطوع يعني أنا اللي دافع بس اسمه أنه أنا لما نروحت نظمت أبطوع مع ناس يعني فعلا كانوا كانوا زي ما يقولك ركيزة في المجتمع كنز للمجتمع اللي هو المتقاعدين يعني بس فأنت لا تتوصل إلى الهدف المادي عشان لا أنت تتحطمي بالضبط شكرا لك يا حنين أنا أتمنى لك كل خير والتوفيق تستاهلي تسلمي هذه الفكرة إذن مشاهدين الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل حقوق الرجل الأسبوعية تناقش حق الرجل في اللجوء لعمليات التجميل سيدتي نات معكي أثناء دراستك معكي في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة أنا اليوم في بيت أكرم نورة أكرم نورة بدأوا حياتهم بشراكة زوجية هي كانت بتختارع أشياء وبتصمم أشياء وتبغى تسوي شيء لما أبدأ أنا أحط لمسات وأضع وأرتب والله شو أوه أوكي ممتاز نورة والله براف عليكي الشراكة بين الزوجين موضوع جدا شائك وأهم حاجة أن يؤمن فيها أي شيء يختص بالفكرة كماتيريالز كشغلات معينة هي لها اليد العليا فيها أنا كزوجة متوقع أنه زوجي في الحياة الزوجية أدواره واحد اتنين ثلاثة أنا هذا برضو ححمله معايا في البزنس إذن مو صعب أبدا إذا تكون فيه شراكة بين الزوج والزوجة بشرط تكون موجودة على أصص صحيحة أصبح لازم عقد صار زواج بعقد ما حيصير شراكة بدون عقد مستحيل في سيدتي إن بزنس مع ولانا خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر